في أصفوفنا شعراءنا وقصرته استمتعنا مع هذا الطروق ونترك الرأي والتقييم لأعضاء لجنة التحكيم مع شاعرنا فواز العزيزي أقول الله يبيض وجيهكم ويعطيكم العافية أنا والله دائما حريص كلمة مثلا سرت الكلمة هذه إذا كلمة وحدة دائما ما ننظر وحتى في الملاعب العادية إذا مره وحدة تكررت الكلمة تراها ما تشوه الطروق لكن إذا أكثر من كلمتين أو ثلاث أنتوا جبتوا العين العين وجبتوا عامي وعامي وجبتوا بعدين بعدين وهذه تسيل الطروق بشكل عام لكن لو كلمة وحدة مثلا في بيت واحد من الطروق كله أعتقد أنها ما تسيلها وما تشوه منظر الطروق دبيس في بيت أنا دائما أكرر أن المعنى شيء ثاني الأساس اللي هو واجهة البيت مثلا أطالع الشارع بنص العين فالمعركة ما تبرد أعظامي الشطرة الأول شارع والشطرة الثاني معركة وهذه وجه البيت ما يجي جيد لكن أعجبتني في ردك على اللي يقول الثلين والثالث لنا من وين الثالث اللي فالخلا نامي قلت فرقتني من فرق العين بن اليمن والشرق والشامي صراحة رد رهيب الله يبيض وجيهكم والله يعطيكم العافية قدمت وأدام شر الله يعطيك العافية أبو عماد والآن مع رأي وتقييم عضو لجنة التحكيم شاعرنا حمود السمي الله يعطيكم العافية أنا ما أضيف على الملاحظات اللي ضافها أبو عماد عندي تعليق أنقلة عن أبو ترف على البيت اللي أطالع الشارع بنص العين في المعركة ما تبرد أعظامي في الترابط بس رغم أن الشطرة الأول على الشارع حلو والرد الشطرة الأول بس ما بيهترابط مثل ما قال أبو عماد وهذا نقل عن وصل الله يطول الله الله يسلم الله يعطيك العافية شكراً أبو عايد وصلوا أبو ترف عندك شيء أم لا تعليقي بشطر دبيس ترى تقصي ما هو الزامي شكراً أدبيس شكراً عبد الله الله يعطيكم العافية وبالتوفير في قادمة اليوم ما قصروا شعارنا شكراً شعار شكراً للصوف شكراً لللجنة نستكمل وإياكم ما تبقى من طواريقنا مع الطروق الثالث بإذن الله وشاعرنا اللي بيكون البدع عنده عن طريق القرأة نرحم ونقول حياك الله باسمي واسم المشاهدين بالشاعر شباط عبدالله البقيمي شكراً لكم